السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة على أصولها مع أحمد أمين وحلقة النهاردة عنوانها حنفي كلاكيت للمرة الألف كل من 72 سنة لحد النهاردة كل موسم من مواسم الحكشة في الوقوق في بداية كل موسم نلاقي كلام جمد وجميل جدا لا تأجيلات لا مجاملات لا استثناءات وطبعا في الآخر معروف حنفي هتنزل المرات الموسم ده الكل التفاقى الخير جابوا شركة ألمانية والألمان ما بيغذروش ما بيعرفوش أبوهم الألمان واحد زائد واحد يسوي اثنين قال لك مفيش تأجيل وحطوا لوائح محددة في فترات معينة قبل كل المسافة بين المتش والتاني ثلاث أيام في البطولات مش عارف الخارجية ومش عارف يومين في المحلية أو كلام جميل وفل الفل تمام؟ ومع أول أول اختبار حنفي على طول على طول ولا ألمانية ولا أمريكية ولا تربطية عادي ده طبعا بمناسبة تأجيل مباراة نادي مصر اللي حضراتكم بتسمونه نادي الأهلي اللي هو أكبر حقنة بولترين في العالم مع نادي إنبي في كأس الربطة ربطة الأندية المحترفة دي بقى اللي عايز بقاف عن ده يعني أن التأجيلات دي أنا متأكد أن حنفي وأن أي أي مباراة نادي مصر عايزة تتأجل هتتأجل غزب عن عين الجميع من يعني في المنظومة الحكشة في الوقوق من أعلى واحد اللي هو مفروض دلوقتي خلاص بقى أبوريلا لحد أقل واحد عمل قط اللبس ومعروف اللي بيدير لمنظومة دي هم اتنين محمود الساعاتي وشوشو عاشق الأحمر والأسر معروفة كلام من الآخر واللي مش عاجب ويخبر دماغه في أعلى حيطة وأجمد حيطة إنما الجديد المراضي إن كانت التأجيلات بتبقى في دوري الحكشة في الوقوق أو كأس الحكشة في الوقوق إنما المراضي كأس الرابطة يا راجل ومعروف كأس الرابطة وفي مدة زمنية كافية جدا جدا والعملية عادي خالص خالص يا راجل ده الفريق اللي راحين يلعبوه في الانتر كونتينيلتا اللي هو لسه كسبان من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا اللي هو المكسيكي المسافة لسه يعني الفريق التاني ده هيلعب مع باتشوكا اللي هو بوتافوجو ده وجاي من نهاية دولي البرازيل وهيلعب وهيلعب بعد كده مع نادي مصر ثلاثة أيام ثلاثة أيام حاجة في ست أيام هيلعب ثلاثة متشوكات حاجة حاجة غريبة جدا وده مش عايز ماش وهيمشي كلامه إنما جميل بقى في الموضوع المراضي إن كأس الرابطة دي أساسا للمطلود إنه هو كأس الرابطة دي بطولة معمولة عشان الاندية تلعبها بالصف التاني والبودلاء والمصابين في فتلات التوقف الفيفا دي وفتلات لعب المؤجلات والفصص دي عشان تبقى تنشطية كده يعني للفرق وتكسبهم شوية فلوس ويجربوا اللقايبة اللي هي الصغرة في السن واللي بتلعبش والراجعة من الإصابات واللي بتتأهل والكلام ده إنك تأجر له ماتش زي ده لأ دي بجد الجديد ليه بجد الجديد قوي قوي أنا الجديد يا لأ ففعلا فعلا يعني شابوه للساعاتي وشابوه لعاشق الأحمر والأسود شو شو عاشر أحمر والأسود احكم أحكامك وتدلل دلالك وأمل مات وتدفن تجيبها يتموت من 72 سنة اللي تعجبه الحلقة فضلا وليس أمرا لايك وشير اللي مش مشترك في القناة فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصل لكل جديد وفي النهاية السلام ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته